على وقع الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة في لبنان تضامنت أحزاب ونقبات مع الإضراب العام الذي دعا إليه لتحاد العملي العام يعد هذا هو الإضراب الأوسع الذي يشهده لبنان ويندد المشاركون بالانهيار العام على كافة الأصعدة في بيروت ويطالبون بسرعة تأليف حكومة اختصاصيين يأتي الإضراب في لحظة اجتباك سياسي على خلفية ملف تشكيل الحكومة وطالب رئيس الاتحاد العملي العام الهيئات الاقتصادية وجمعيات التجار وجمعية مصارف لبنان بتأييد الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد وإفسح المجال أمام الموظفين والعمال للمشاركة محذرا من التعرض للمشاركين والموظفين أو تهديدهم وكان لافتا انضمام طيار المستقبل وموظفي المصارف إلى هذا الإضراب ودعا طيار المستقبل اللبنانيين لرفع الصوت عاليا تحت سقف المطالب الملحة التي توحد اللبنانيين على اختلافهم في وجه كل من يستثمر في الانهيار لتحقيق مصالح ضيقة من حساب الشعب اللبناني ويحول دون تشكيل حكومة مهمة تعمل على إنقاذ لبنان واللبنانيين كما أعلنت جمعية المصارف أنها ستغلق أبوابها في إطار الإضراب العام الإضراب يشمل عمال في عدة قطاعات من بينها الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقلة بدورها حذرت الهيئة الاقتصادية في بيان المشترك مع الاتحاد العملي من أن المماطلة السياسية ستؤدي حتما إلى استنفاذ كل ما تبقى من إمكانات وقدرات محدودة لدى الدولة والمؤسسات والمواطنين والعمال وتسارع عملية إقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع وأكدت الهيئة الاقتصادية أن ما يمر به لبنان أشبه بعملية تدمير ممنهجة لكل مقاومات الدولة اللبنانية رافضة المواصفته بتجويع اللبنانيين